التجربة الثانية عنوانها الاستخلاص ايش فكرة الاستخلاص فكرة الاستخلاص هنا انه يكون عندي اثنين سائلين غير ممتزجان مع بعضهم البعض يعني مو ذايبين ببعضهم والبعض يعني مثلا واحد قطبي واحد غير قطبي وابغى افصلهم عن بعض طيب باستخدام ايش دائما راح نستخدم السيبراتينج فانل اللي هون سامنيه قمع الفصل سيبراتينج فانل ويجي شكلها بهالطريقة زي ما انتم شايفين هنا طبعا لاحظوا انه حاطلك كده فوق الاويل وتحت الواتر ليه لان الاويل لن يذوب في الواتر صح هذا غير قطبي ولي تحت قطبي اذا انا اقدر اني افصلهم او استخلصهم اكستركشن عن طريق السيبراتينج فانل عن طريق قمع الفصل صح اللي هو هذا قمع الفصل نفتح حين الفم تبع القمع ونبدأ ننزل الماء مثلا بهذه الطريقة الين ما توصل الطبقة هذي بعدها نوقفه ونجيب كاس ثاني وننزل الطبقة الثانية تمام اذا هذه اول معلومة لازم تعرفونها اللي هو قمع الفصل نستخدمه متى لما نجي نعمل عملية الاكستركشن طيب في معلومة جدا مهمة انه انا لما اجي واسوي عملية الاستركشن اللي هي الاكستركشن لازم 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 استخدم مذيبات غير قطبية والسبب في ذلك ان هذه المذيبات الغير قطبية لن تذوب في الماء احنا عارفين انه دائما اغلب المحالية تجيني محالية المائية يعني الماء مدخل خشمة بكل شيء فلهذا السبب دائما المحالية او المذيبات السولفنت اللي انا راح استخدمها في عملية الاكستركشن لازم 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 ما تذوب في الماء طيب اذا هنا عندي اشهر السولفنت الغير قطبي الننبولر اشهرهم الننبولر اللي لن يذوب في ميل في الماء اول شيء عندنا الهكسان يا الهكسان عبارة عن كاربونوهايدروجين فهو ننبولر فاكيد انه لن يذوب اذا ممتاز اقدر استخدمه كمذيب البنزين برضو عبارة عن كاربونوهايدروجين ننبولر طيب الدي اثيل اثر ايضا قلنا ان الاثيرات ننبولر عندنا هنا اثيل الاسيتات برضو اثيل الاسيتات اقدر استخدمها كسولفنت تعتبر انه ننبولر ايضا هنا عندي الكلوروفورم مثل ما تعرفنا عليه في تجربة الاولى نعتبر انه قطبيته مرة ضعيفة فممكن نقول عنا انه ننبولر في هذه الحالة هي قطبيته مرة ضعيفة برضو برضو الكلوروفورم في معلومة جدا مهمة كثافته اعلى من الماء كثافته اعلى من الماء ولهذا السبب راح نلقاه ينزل تحت والماء فوق اخر شيء الكاربون تيتراكلورايد ايضا هو عبارة عن ننبولر طيب تعالوا نشوف الاشياء اللي ما اقدر اني استخدمها في عملية الاكستركشن لانها تدوب في الماء على سبيل المثال الميثانول الايثانول الاسيتون كل هذول راح يذوبون او يمتزدون في الماء and cannot be used for extraction from water يعني ممكن يجي صح وخطأ او اختياري هل الميثانول يستخدم لعملية الاكستركشن from water لا هل الايثانول يستخدم كمذيب لعملية فصل من محل المائية لا هل الاسيتون يستخدم كسولفنط for extraction from water ايضا لا السبب لانهم يمتزدون مع مين؟ مع الماء ولذلك لن يستخدمون لعمليات الاكستركشن مهمة جدا هالمعلومة وايضا مهم جدا هذا الجدول ترى ممكن يجيكم صح وخطأ اختياري شي زي كذا الان هنا راح نعمل راح نعمل عملية ايش؟ عملية فصل حمض وقاعدة او مركبات عبارة عن حمض وقاعدة طبعا اللي راح نستخدمهم في تجربتنا هاذي البيسيك راح يكون عندنا التهامل اوكي ميثانيترو انيلين ميثانيترو انيلين هذا اللي راح نستخدمه كقاعدة واللي راح نستخدمه كأسد راح يكون عندنا حمض البنزويك بنزويك أسد بنزويك أسد هذا أيضا رح نستخدمه في هذه التجربة كحمد إذن هذا الحمد وهذه القاعدة طيب تتذكرون معادلة الحمد القاعدة اللي قلت لكم إياها في تجربة الأولى اللي هي نسميها تفاعل التعادل عندما يتفاعل عندي حمد مع قاعدة يتكون عندي ملح زائد ماء تتذكرون هالكلام صح؟ فمهم جدا مرة أن نعرف فكرة تفاعل الحمد القاعدة إيش ينتج عنه أيضا هنا معلومة جدا مهمة السليوبيلتي يقول لك إنسليوبل إنواتر المذيبات اللي لن تذوب في الماء مثل مين؟ مثل الهكسان البنزين وواواوا هذولي سليوبل إنورغانيك سولبنت رح يذوبون في المذيبات القطبية طيب اللي سليوبل إنواتر اللي رح يذوبون في الماء هنا هذولي لا إنسليوبل إنورغانيك سولبنت لن يذوبون في المذيبات القطبية تمام؟ إذن ركزوا على هالمعلومة كويس دائما الانساليوبل انووتر المذيبات اللي ما تدوب في الماء رح نلقاها تدوب في المذيبات العضوية طيب واللي تدوب في الماء لا لن تدوب في المذيبات العضوية مهم جدا تعرفون هذه المعلومة مهمة طيب هنا ايضا حاطين نوت يقول لك يعني اعرفوا ان القمع الفصل رح نستخدم لعمليات الاستخلاص بينما البيكنر فنل هذا رح نتعرف عليه ديب لما نقش التجربة رح يستخدم فور فلترينج رح نستخدمه لي الفلترة مهم جدا تعرفون هذه الاسماس بريتنج فنل والبيكنر فنل طيب الان ايش السالفة وشلون تجربة هذي وشي من اللحية انا اقول لكم اول شا رح يكون عندي حمض قاعدة حمض اللي هاو قلنا البنزويك اسد حمض البنزويك اسد وعندي القاعدة اللي هي قلنا الميتا ميتا خلني اكتبها بالانجلوش نايترو انيلين انيلين طيب الان هذي الحمض وهذه القاعدة عبارة عن مواد صلبة بس انا ما ابغاهم مواد صلبة انا ابغاهم سوائل ايش اسوي ادوبهم في ماء لا لو حطيت ماء ما رح يدون راح اذوبهم في مذيب ايش مذيب غير قطبي مذيب غير قطبي نفس ما تعرفنا عليه سابقا اللي هو الكلوروفور ممتاز اخذت الكلوروفور وذوبته كذا مع الهمض القاعدة وطلع لي solution تمام طلع لي solution اللي هو عبارة عن محلول ممتاز هذا المحلول الان راح اعمل لها عملية استخلاص بواسطة قاعدة بواسطة ايش بواسطة قاعدة ن اي او ايش تتذكرون التفاعل اللي يقول حمض زائد قاعدة ايش يعطيني ها راح يعطيني ملح صح زائد ماء الان بما ان الخليط عبارة عن حمض قاعدة يعني هذا عندي حمض وهذا عندي قاعدة فالقاعدة هذه راح تتفاعل مع مين راح تتفاعل مع هذا الحمض ممتاز فتكون عندي ملح زائد ماء واللي نسميها اكيو اس لاير يعني طبقة مائية ممتاز اذا تكونت عندي الطبقة المائية اللي عبارة عن ملح الحمض وماء طيب وهنا بالمقابل بقى عندي الكلوروفورم لاير اللي هي طبقة الكلوروفورم مو حن الان الحمض والقاعدة خلطناهم مع كلوروفورم بعد كذا لما انتفاعلت هذه القاعدة مع البنزويك اسد انفصلوا عن بعض فما بقى عندي الا الكلوروفورم والقاعدة فنسميها طبقة الكلوروفورم هنا الكلوروفورم لاير اللي تحتوي على القاعدة الانيلين او النايتروانيلين مرز علىنا النايتروانيلين تقول ليه بنزويك اسد جبتوله قاعدة وطلعتوه على شكل ملح وانا ما جبتولي حمض جيبولي حمض عشان ارضى يقول اوكي خلاص ولا يهمك بنجيب لك ال HCL كحمض وبنحطه في المحلول تبع الكلوروفورم وفعلا الان تمبسط النايتروانيلين وتتفاعل مع هذا الحمض تمام يعني هذا الحمض رح يتفاعل مع هذه القاعدة ويتكون عندي اكيو اس اللي هو محلول عبارة عن ملحوماء اما بالنسبة للكلوروفورم لا خلاص رح ينطرد رح يطلع مثل ما دخل خلاص ما احتاجه تمام اذا الان تكون عندي محلول مائي عبارة عن ملح الحمض وما ومحلول مائي عبارة عن ملح القاعدة وما تشوفوا هنا اي سالب اللي هو الحمض وهنا بيموجب اللي هو القاعدة الان ابي استخلصهم ابي اطلع رواسب ابي اطلع راسب شفتوا هذا الملح ابغاه كراسب والقاعدة هذه ابغاه ايضا كراسب فركزوا معاي كويس عشان استخرج ملح الحمض ملح الحمض من محلولة من محلولة رح أضيف له حمض مركز حمض مركز وعشان أستخرج ملح القاعدة من محلولة أحتاج إني أضع قاعدة مركزة إذن الآن هنا أضفت لـ HCL مركز على طول رح يطلع معاي راسب على هيئة لون أبيض هنا رح أضيف لـ AOH على طول رح يطلع معاي راسب على هيئة لون أصفر وبكذا انتهينا من التجربة تعال نشوف هنا في بنت اسمها الشذا خالد امرتبت لنا هنا فكرة هذا التفاعل بشكل مرة مرتب وأيضا هذه البنت البطلة اللي قاعدة تصور لنا التجربة برضو حاضرة هنا ومصورت لنا التجربة على سنقة عشرة يلا تعالوا نشوف الآن زي ما قلنا تجربة الاستخلاص قلت لكم إن هي عبارة عن ميكس خليط بين الحمض اللي هو هنا البنزويك أسد والقاعدة اللي هي هنا الميتا نايترو أنيلين طيب القاعدة يرمز لها بالرمز B والحمض H A صح؟ طيب هم الحين في الحالة الصلبة بالحالة الصلبة ما تدوب في الموية لكن أبي أحولها السائل كيف البنت كاثبة كده فلازم أستخدم إيش؟ أستخدم مذيب عضوي تمام إيش هو المذيب العضوي اللي راح أستخدمه؟ راح أستخدم هنا الكلوروفورم السبب علي اللي لماذا؟ عشان يتحولون إلى سائل إذن هنا صاروا سوائل تعال نشوف مع بعض هذه هنا مسحوق القاعدة والحمض مسحوق القاعدة والحمض حطيناهم هنا تمام بعد كذا أضطنا لهم الكلوروفورم عشان يذبون لأنهم يذبون في الموية فهيذبون في الكلوروفورم بعد كذا خلاص تكونت عندي كذا يعني هنا في قمع الفصل الخليط أوكي الآن عشان أفصلهم عن بعضهم الباب أضغى الحمض الحال والقاعدة بالحال ممتاز كلامك تبين الحمض الحال والقاعدة بالحال طبعا نقول لك هنا عشان أفصلهم عن بعضهم الباب لابد أني أضيف بالبداية قاعدة فرح أضيف الـ NaOH اللي هو قاعدة واللي راح تتفاعل مع الحمض اللي هو هنا حمض البنزويك وتكون لي إيش؟ ملح الحمض وماء ملح الحمض وماء يعني عبارة عن محلول مائي EQS layer محلول مائي أو طبقة مائية ويبقى عندي طبقة عضوية هنا اللي هي الكلوروفورم layer تعالوا شفوهم هنا زي ما انتم شايفين يقول لك بنفس الطبقتين اللي تحت عبارة عن الكلوروفورم واللي فوق عبارة عن إيش؟ الطبقة المائية اللي هي الـ EQS layer الطبقة المائية أول شي راح نفصلهم عن بعضهم الباب برضو هنا كثبت لكم نفس الكلام فوق الطبقة المائية وتحت الطبقة العضوية نعملهم عملية فصل وحط كذا بكاس الطبقة العضوية وبكاس الطبقة المائية إذن الآن هذه الطبقة العضوية قاعدة تنزل في الكاس زي ما حننا شايفين فهنا كاتب أجيب كاس وأنزل الطبقة المائية ثم أجيب كاس وأنزل فيها الطبقة العضوية فيطلع عندي كاس في طبقة مائية وكاس في طبقة عضوية زي ما انتم شايفين هنا قاعدة تسوي عملية الفصل هنا هذول الكاسات اللي فيها طبقة المائية هنا وهنا فيها الطبقة العضوية تمام الآن هذي الطبقتين اللي فصلناهم اللي تحت بنطلع منها راسب أصفر اللي هي ملح القاعدة اللي موجودة تحت واللي فوق راح نطلع منها راسب أبيض اللي هون ملح الحمض طيب تعالوا نشوف الآن حبة حبة إش راح نسوي أول شي خلونا ناخد الطبقة المائية هذه الطبقة وش تحتوي الطبقة المائية يقول لك لأن أضفنا قاعدة راح تروح هو تدور الحمض ممتاز كلامها uma vez تروح تدور الحمض وينها عشان تعطيني ملح وماء تمام يعني أنا أضفت قاعدة لمحلو الحمض وقاعدة طيب القاعدة ش بتسوي؟ ما راح تتفاعل مع القاعدة لا بتدور الحمض فتروح تتفاعل مع الحمضي هو البنزويك أسد وبعد ما تتفاعل معه تعطيني ملح وماء إذن فهي عبارة عن ملح الحمض وماء اللي هو الأورغانيك أسد صوت ملح الحمض العضوي وماء هذا الملح نسميه بنزوات الصوديوم بيش نسميه بنزوات الصوديوم طيب الآن يقول لك عشان أنا الآن ما أبغى هذا المحلول المائي أنا بس أبغى الحمض إيش ممكن إني أسوي إيش ممكن إني أسوي لأني بس أبغى الحمض طيب خلونا كده نوقف هنا شوي بس ثواني ونروح للقاعدة نشوف وش سلفتها عشان ننتقل للشريحة اللي بعدها طيب الآن هذه القاعدة يقول لك هذه الطبقة ما تأثرت ما تأثرت ليه؟ لأنها قاعدة ولما أضفت لها قاعدة ما تأثرت فطيب هذه الطبقة ايش تحتوي؟ تحتوي على قاعدة اللي هي الميتانيترو أنيلين مع الكلوروفور إذن هذه هي الطبقة العضوية طيب الآن إيش رح أسوي فيها؟ رح رجعها للقمع لأن القاعدة لسه موجودة ما فصلتها بعد ما أرجعها القمع رح أضيف لها إيش؟ رح أضيف لها حمض الـ زي ما أنتم شايفين هنا نضيف 20 ملي حمض على طبقة الكلوروفورم والقاعدة ليه؟ عشان أستخلص ملح القاعدة أنا أبي الآن ملح القاعدة إذن رح أضيف لها الـ 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 رح تتفاعل مع مين؟ مع القاعدة وحنا قلنا حمض زائدا قاعدة رح ينتج عندي إيش؟ رح ينتج عندي ملح صح؟ زائد ماء وبما أن هنا القاعدة موجودة إذا رح ينتج عندي ملح الحمض وماء إذن شوفوا هنا تكونت أيضا طبقتين الطبقة اللي فوق هي الطبقة المائية اللي عبارة عن ملح الحم عفوا ملح القاعدة والماء والـ يعني محلول مائي واللي تحت عبارة عن إيش؟ عبارة عن كلوروفورم الحالة خلاص طلع زي ما هو يلا تعالي الآن نكمل خلونا نكمل بالقاعدة بما أننا بدأنا فيها طيب الآن يقول لك تحت بالطبقة تحت عندي الكلوروفورم طيب أتخلص منها لأنها ما تهمني خلاص أفتح القمر وأطلع الكلوروفورم وأتخلص منها طيب نجي للطبقة المائية اللي فيها القاعدة هي طبقة مائية تحتوي على H2O وملح إيش وملح القاعدة طيب الآن أنا أبغى إيش؟ أبغى القاعدة هلحالها إيش رح أسوي؟ بما أني أبي القاعدة الحالها تتذكرون اش قلت لكم؟ قبل شوي ملح الحمض قلت لكم أضيف الحمض طيب هنا ملح القاعدة ملح القاعدة اش سوي فيها؟ أضيف لها قاعدة أضيف لها قاعدة إذن ملح القاعدة عشان أستخلصها من محلولها المائي رح أضيف لها قاعدة ال-N-A-O-H فرح يتكون لي راسب أصفر مع ماء ممتاز إذن هنا تكون عندي الراسب الأصفر طيب هنا أش يقول لك هنا نفس الكلام؟ عشان أفصل الملح الحمض هذا هو أضيف لحمض HCL ليه لأنني عندي ملح حمض وماء ملح الحمض زائد ماء أنا أبغى أفصلها فأضيف لها الحمض ال-HCL عشان يتكون لي راسب أبيض واللي هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن الحمض ممتاز إذن الآن قدرت إني أستخرج الراسب الأصفر من القاعدة والراسب الأصفر من الحمض تعالوا نشوف هنا تجربة يقول لك راح نضيف حمض مركز للطبقة المائية اللي فوق عشان يتكون لي راسب من البنزويك أسد تمام؟ شوفوا الآن لما أضفنا ال-HCL شوفوا كيف كيف كذا تكون هذا الراسب هنا رشحنا الراسب اللي هو حمض البنزويك يعني شاله والماء منه هذا الشكل النهائي للراسب نلاحظ أنه راسب ش فيه؟ راسب أبيض هذا راسب الحمض الآن بالنسبة للقاعدة لو تلاحظون هناش تقول تقول لما أضفنا طلع طبقتين نزلنا اللي تحت لأنه كلوروفور من بيه وبناخذ وين وبناخذ اللي فوق اللي هو المحلول المائي للحمض ملح الحمض والماء طيب عشان أبغى راسب الحمض راح أضيف لقاعدة عفوا لعشان أبغى راسب القاعدة اللي هي الأنيلين راح أضيف لها أيضا قاعدة NaOH فيقول لك نضيف عليها قاعدة ويتكون راسب أصفر نرشها علشان نتخلص من الطبقة المائية وناخذ الراسب الأصفر بس إذن تقريبا نسخة طوات الحمض طيب الآن بالنسبة لما أضفت الحمض إلى المحلول المائي تكون عندي هذا الملح وأيضا هنا لما أضفت القاعدة تكون عندي الملح الأصفر كيف أقدر أفصلهم؟ راح أقدر أني أفصلهم عن طريق اللي نسميه البكنر فنل ها اللي هو نسميه قمع الترشيح قمع إيش الترشيح فنعمل عملية الترشيح تمام نرشح نرشح ليه؟ عشان أطلع الملح الحالة فمهم جدا تعرفون إيش يعني البكنر فنل طبعا هذي صورته موجودة عندكم في الملزمة هذي صورة البكنر فنل فيا الآن لما أضفت الحمض على محلول المائي اللي فيه ملح الحمض أضعه في البكنر فنل فراح ينتج عندي الحمض بالحالة اللي هو البنزويك أسد ونفس الشي لما أضفت القاعدة على المحلول المائي اللي فيها ملح قاعدة تكون عندي الراسب وأستخرج عن طريق البكنر فنل اللي هو قمع الترشيح ونتج عندي القاعدة بالحالة اللي هي ميتا نيترو أنيلين وبكذا خلصنا التجربة ونتج عندي هنا راسب أبيض اللي هو حمض البنزويك وراسب أصفر اللي هي قاعدة الميتا نيترو أنيلين وبكذا خلصنا الاستخلاص المادتين وفصلناهم عن بعضهم البعض طبعا هذا هنا الأسئلة اللي كانت موجودة عندكم في الملزمة على خطوات التجربة فقاعد يسألك يقول لك أنه طبقة الكلوروفورم اللي بالبداية بعد ما عملنا عملية الاستخلاص بالقاعدة على إيش تحتوي؟ محنا أول شي حطينا قاعدة بعدين انفصلت عندي طبقتين أيوا طبقة الكلوروفورم كان فيها قاعدة وكلوروفورم طيب والإكويس لاير الطبقة المائية كان فيها كان فيها حمض الملح ملح الحمض عفوا salt of acid and water بعد كذا ملح الحمض هذا أضفنا له الحمض HCL لأنه ملح الحمض أضفنا له حمض HCL عشان نستخرج إيش؟ عشان نستخرج الراسب طبعا كان لون الراسب عندنا white الراسب أبيض طيب عبارة عن إيش؟ عبارة عن البنزويك أسد عبارة عن بنزويك أسد بعد كذا أخذها وأحطها في البكنر فنل عشان أستخرج الحمض الوحده أيضا هنا يقول لك إنه طيب لما أخذنا طبقة الكلوروفورم وأضفنا لها الـ HCL إيش نتج عندي؟ نتج عندي أيضا طبقتين فقاعد يسألك يقول لك طبقة الكلوروفورم إيش كان فيها؟ كان فيها بس كلوروفورم ووقتها إحنش سوينا تخلصنا من هذه الطبقة خلص طيب الطبقة الثانية المائية إيش كان فيها؟ كان فيها salt of base ملح القاعدة ليه؟ لأنه تفاعل مع حمض and water ممتاز طيب بعد كذا ملح القاعدة هذا أضفنا لقاعدة عشان أستخرج الراسب فنتج عندي يلو راسب أصفر عبارة عن الميتا نايترو أنيلين عبارة عن الميتا نايترو أنيلين اللي هو الراسب القاعدة وعشان يعني مرة يعني أخذها بصورته اللي أنا أبغاها راح أحطه في البنك نورفينول فتتم عملية الترشيح تبعه وأستخرج القاعدة الوحدها طيب هنا السؤال يقول لك أنه توقعي نتيجة الاستخلاص التالية طيب تخيله لو جبنا البنزويك أسد وحطيناه مع الإثر الآن البنزويك أسد هل أستطيع أني أستخرجه لما أحطه مع HCL مع حمض؟ طبعا لا حمض وحمض ما راح أقدر أستخرجه أو أستخلصه لا فرح ينتج عندي حمض أسد سيمه طيب هل أستطيع أني أستخلص البنزويك أسد بالماء؟ برضو لا ما ينفع طيب هل أستطيع أني أستخلص البنزويك أسد بالقاعدة؟ هنا نقدر فإيش راح ينتج عندي؟ راح ينتج عندي ملح الحمض والماء بناء على إيش؟ بناء على التفاعل اللي يقول أن الحمض زائدا قاعدة ها؟ إيش يعطيني؟ يعطيني ملح وماء صح؟ إذن هنا راح ينفع طيب تعالوا نشوف الآن الأنيلين الأنيلين لو كانت مع الإثر هل أستطيع أني أستخرج الأنيلين عن طريق أني أضيف لها HCL؟ نعم لأن الأنيلين قاعدة والأجسي الحمر فنتيجة تفاعل حمض وقاعدة راح يعطيني ملح ملح الحمر أو عفوا هنا ملح القاعدة زائدا ماء طيب هل أستطيع استخراج الأنيلين في محلول الإثر في الماء؟ نو هل أستطيع استخراج الأنيلين من تفاعلها مع القاعدة؟ لا قاعدة مع قاعدة أصلا ببقى معي قاعدة